أجندة ثقافية والآن أجندة ثقافية أجندتنا الثقافية عنوينها لليوم ميناء الخمس ضبط شحنة مخدرات اللي هي حبوب الزومبي أيضا في القربول لمسابقة أجمل صوت للقصائد والأنشيد بمشاركة 25 متسابق إلى تفاصيل أجندتنا لليوم وأكد ممثل عن مكتبة مكافحة جمارك ميناء الخمس البحري في تصريح صحفي اضبط في شحنة مخدرات جت للميناء اليوم الثلاثة يعني مخبأ داخل سيارات مستوردة من أوروبا وظهرت النتائج التحقيقات مبدئين لحبوب المخدر اللي تم اكتشافة في عمرها تشير لأنها من مخدر فلاقا وما يعرف اصطلاحا بحبوب الزومبي إحنا نقصين ويزيد عددها عن ألفين حبة وأضاف أن هذا النوع من الحبوب المخدر يطلق عليه الزومبي بسبب الأعراض الجسدية والنفسية اللي تسببها اللي يتناول لها موضح أنه تتطابق مع المواصفات اللي تظهر بها شخصيات أفلام الزومبي الافتراضية اللي نشوفه في شكل أشكالهم يترنحوا ففعلا يعني لو تفتحوا علي ناس تعطى عطف حبوب الزومبي هذه تلقوم فعلا حتى الشكل والعيون والمشية والحركات والإيدين فعلا بنفس القدر اللي هادا سموها حبوب الزومبي من عفش هي أصلا ليش ياخدوها يعني شن يبي في الزومبي نقصنا حياة زومبي احنا وصنعت الحبوب المخدر على شكل جمجماء بشرية واسمها التجاري فيليب بلين واكتب عليها أن بلد المنشأ من النمسا أحذروا من هذه الحبوب لأنها تؤدي للتهركة تؤدي إلى ضايع العقل ويعني احنا في حياتنا ماشيين يعني قريبا زي الزومبي تبوا ناخدوا حبوب ولا زومبي فأربي فكرة من هذه الآفات وتحية لرجال الأمن بمين نمشي للخبر بعدها نلتقي لنرتقي في مدينة القربولي مسابقة تأجمل صوت للقصائد والأنشيد على مستوى عدد من المدن منها الخمس وسليتون ومصراتة وترهونة ومسلاتة والقربولي والترابلس تهدف المسابقة حسب القائمين عليها إلى الارتقاب الموهوبين والمبدعين وأصحاب الأصوات الجميلة في الإنشاد والقصائد وتشجعهم على الأداء المميز عدد المشاركين بلغ 25 متسابقة نفسه تحت إشراف لجنة تحكيم تكونت من موسيقيين ومن شعراء ومهتمين بالإنشاد وزعت في ختام المسابقة الشهادات التقديرية والدروع على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى وتم تكريم الفائزين بالترتيب العشرة الأولى وتحصل على جائزة الترتيب الأول المنشد المتسابق حسين نديشة فيما يتحصل إسماعيل أبو حجر على الترتيب الثاني ألف مبروك لإحسين نديشة وإسماعيل أبو حجر ونتمنوا مثل هذه المسابقات تكون في العديد من المدن الليبية لما الإنشاد هذا من يبعث الروح الجميلة في النفس لإنشاد الديني والقصائد الدينية والأصوات الرائعة يعني بجد عندنا إحنا في طرابسة هنا ياريت يا فادي تشوفينا البهلول الشيخ البهلول باعرقوب في الإنشاد الديني حاجة ولا أروح صوت ولا أروح في الإنشاد الديني نتمنى أنكم تسمعوه للإنشاد المنشد الرائع البهلول أبو عرقوب